السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي مرة أخرى في فيديو جديد من قناة شهيوات سهلة واقتصادية كانت مننا دائما يلقاكم في أتم الصحة والعافية يا رب اليوم إن شاء الله جيتكم اقتراح جديد سهل وبسيط كيف العادة بمكونات متواجدة في كل بيت تحضروه الفطور الصباح لقوتي دلاشية كي جي من ألد ما يكون خفيف ما تشبعوش منو غنخليكم مباشرة مع المقادير وطريقة التحضير وما تنسو لياش جامل الفيديو للتشجيع فقط جزاكم الله خيرا وبسم الله نبدو على بركة الله في إينا غنوضع ثلاث كؤوس من دقيق الفينو أو لما يسمى بالساميد الرطب أو لساميد ناعم ثلاثة ديال كيسان كولك كيس كيهز مية وخمس وعشرين جرام ديال دقيق الفينو أو لا دقيق القمح الصلب غنضيف عليه ملعقة كبيرة من السكر مع نصف ملعقة كبيرة عفوا من خميرة العجين وكتبقى على حسب الجو غنضيف كذلك واحد صاشي من سكر مناسم بالفانيلا سبع جرام مع صاشي من خميرة الحلويات ثمانية جرام غنخلط هاد النواشف كلها مع بعض كذلك غنضيف بيضة واحدة وملعقة صغيرة من الملح ديك تبقى ايضا على حسب الضوء وهنا يا غنضيف الكاس الاول من الماء اللي كيكون دافي مش يسخون بزاف غير دافي واحد شوية وهذا الكاس الثاني من الماء مع كاس ديال عصير البرتقال اللي عصرته وصفيته يعني عندي ثلاثة الكقوس ديال السوائل مع ثلاثة الكقوس ديال بقيق الفينو هدي هي القاعدة كيكون قد الدقيق اللي درتو قد السوائل وبنسبة لكاس العصر البرتقال الا بغيتوا تعاوضوه بكاس الحليب لكم الاختيار بغيتوا تديرو الكيمية كلها ماء كذلك لكم الاختيار غير هو بالعصر البرتقال كيجي اكتر من رائع وكذلك الحليب من بعد كان خلط الخالط ديالي مزياد هكذا غير بالطراب اليدوي ومن بعد غنجيب الكاس ديال العصر وغنفره فيه الخالط الا كان عندكم الطحان اليدوي او للي بغى مكسر ممكن تتحنو به او لا تديرو الخالط هكا في الطحان ديالكم ديال العصر او كان نطحنوه جيدا لخالط ديالنا بالنسبة للبقيق الفينو كان بعض الانواع كيشربوا الماء بزاق في اللاجاكم الخالط شوية تقيل ما كدورش لكم الطحانة ديالكم وممكن تزيدو مازال شوية ديال ماء من بعد ما كان نطحنوه مزيان مزيان كان عاود نردو لهاد الاناء كيما كتشوفو معايا الشكل ديالو لاحظو معايا مليكي تتحن مزيان را كيرجع شوية سائل هدا هو القوام ديالو وكيكون كله فقاعات كيما شفتو كيكون مطحون مزيان ضروري والان غنغطيه ببلاستيك عدائي وغنخليه اختامر واحد المدة ديال ما بين عشرة حتى الخمستاشر دقيقة ما تفوتو هاش له صافي را كيكون اختامر خصوصا دابل جو را بده كيسخن بعد مرور خمستاشر دقيقة كيما كتلاحظو معايا كيرجع واحد الخاليات اللي كله مرغوي وكي عاود يختار واحد شوية يعني ملده كي اختامر كييرجع الخاليات يختار لاحظو معايا دوي الشكل ديالو هنيا ما صراحتش المقطع باش شوفو مزيان الشكل ديالو كيفاش كيرجع ما تخليوش كدلك يخمر بززاف كتر من القياس غندوزو المرحلة ديال الطياب عندي هنا واحد المقيلة صغيرة وعندي مقلة كبيرة ماشي ضروري تستعملو جوج مقلات غير هو واي اللي بغيتو تسرعو فقط يعني تطيبو بسرعة كان دهنهم بالقليل فقط من الزيت غير شوية للزيت وكان في الرغم مقدار مغرف واحد يعني هلا حسب بالحجم ديال المقلة ديالكم على نار اللي هي مهيلة في المقلة تبجوج نقصو النار باش كي يطيب على خاطره وما يتشوتش لكم بسرعة من اللي كتطيب اللي هي من التحت ديالها كنرجعها لمقلة كبيرة باش كتتتحمر من الجهة الثانية بالنسبة للزيت كان دهن غير في الاول فقط من بعد ما كان بقاش ندهن بالزيت هكا باش كي يجي لنا هاد حمار هكا محي مرزوين من اللي كان ديرو الزيت انا نوريكم الفرق بين اللي مدهونين ولي ما مدهونينش في الاخير ما كي يجيش محي مر هكا مقد غير هو ستعملوا المقلات اللي كتكون ما كتلصقش الا ستعملش مقلات ما كتلصقص رهما ما كتحتاجوش الزيت عافوا كما كتلاحظو مشاء الله كي يجيو من اروع ما يكون وضغية كيتحضرو يعني في ساعة كيتحضرو كي ما شفتو معايا كي يجيو محي مرين من جميع الجيهات غير كتشد رسه واحد شوية كنقلبها في المقلات الثانية وكان عود نفرغ مقدار ديال مغرفة واحدة شوفوا معايا ما شاء الله راتقول غير البغرير كله متقب وكي يجي اللون ديالو رائع بدك البورتوقال اما المضاق والخفاء حتى تجربو ان شاء الله رات سريع تحضير ضغية تحضروه ومتاكدة انه غينا الاعجاب ديالكم وهادي هي الفطائر ديالي او المخنفر ديالي من بعد ما ساليتو كي ما شفتو معايا هادي اللي دهنت المقلات بالزيت وهادي اللي ما دهنتاش لاحظوا معايا الفرق كي يكون محمر مقاد بهادي الشكل هداي اللي ما دهناش المقلات وهاد الشكل اللي في الوسط هو اللي كان دهنو به المقلات من اللي كان طيبهم كان وضعهم فوق منديل كان فوق سطح العمل كان وضع كل واحدة بوحدها وكان اضطيهم من الفوق ما كان وضعوش وحدة فوق وحدة وهو ما سخاني لباش ميتعجنوش مع بعضياتهم كان خليوهم حتى كي يبردوا وكان جمعوهم وكان سقيوهم بالقليل من الزبدة المدابة مع العسل كنسقيوهم بها مزيان الا كنتو كيعجبكم الماداق ديال الزبدة مع العسل الا ما بغيتوش ممكن تقدموهم كما هما تدهنوهم بالكونفيتور او اللي بغيتو بزيت الزيتون او لب الشوكولاتة كي يجيو اكتر من رائعين ماداق جد متميز كي يجيو خفاف خفاف بزاف بحل السفنج ما شاء الله ما كيجوش مع الجنين نهائيا لاحظوا معايا هنا يكن قسم لكم وحيدة المسقية بالعسل كي تجي من الاد ما يكون غير نوضو جربوه اخواتيره سهل في ساعة كيوجد ومتأكدة انه غينا الاعجاب ديالكم وغايعجب حتى الوليدات ديالكم معكاز ديالتاي بالنعناع يا سلام من الاد واسهل ما يمكن لك تديري حسن من قوة الزيوتة ديال المسمان ولا الحرشة ولا شي حاجة اللي كتاخذ لك وقت ومجهود هادو ضغية تحضرهم كنتمنى اخواتي دعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش اليا بتشجيع ديالكم اللي كيفرحني بزاف وكيعطيني طاقة انني نستمر نجيب لكم دائما المزيد من الوصفات السهلة والاقتصادية كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة